بشعور عميق ناصل مدينة وادان التاريخية بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية في هذا اليوم التاريخي الذي يمتزج فيه الماضي بالحاضر والمستقبل في مدينة وادي الألم والثقافة ووادي التمر التي تغذينا بعوافدها الثقافية والفكرية والمادية هذه المدينة العريقة التي تمثل النمط الثقافي والحضاري تستدعي منها التفكير في أهمية الحفاظ على المغروض الثقافي باعتبارها مرجعية للتعايش بين مختلف الثقافات والحضارات ولقد سمحت لي هذه الزيارة كذلك اكتشاف ما تزخر به هذه المدينة من ثراء وتنوع يخدم الحضارات الإنسانية لذلك المصنع يخدم الأمر صحيح في المرحلة تحضير سوية القناة